اعقد مجلس النواب جلسته السابع والعشرين من دور الانعقاد السنوي العادية الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة المجلس وفي مستهل الجلسة عرض المجلس الردود الوزرية على الأسئلة النيابية وهي إجابة سعادة وزير التربية والتعليم بشأن عدد الحضانات ورياض الأطفال وبشأن تقييم الأطروحات العلمية ثم ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعة وإحالته إلى مجلس الشورى كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة المرافق للمرسوم رقم 122 لسنة 2021 وإحالته إلى مجلس الشورى بعدها ناقش المجلس الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 15 مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة اليوم جوابت على خمسة أسئلة وفي الواقع كانت فرصة أكد فيها اهتمام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع السلطة التشريعية سوى مجلس النواب مجلس الشورى وهذا تؤكد عليه الأرقام وزارة التربية والتعليم خلال هذه الفترة جاوبت على 60 سؤال و 230 اقتراح برقبة وكذلك 53 جلسة حضرناها الوزارة أو من دبيها فهذا يبين مدى اهتمام الوزارة الهدف الأساسي هو أن نستمر في هذا العمل وإن شاء الله الوزارة حققت نجاحات كبيرة والدليل على ذلك كما شرت في ذلك هناك ألاف من المواد الإثرائية التي موجودة الآن ومتاحة لأبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم الكرام والله ولي التوفيق دعي منه تمت اليوم وفق على مشروع قانون بتعديل بعض حكام المرسوم بقانون رغم 19 في شأن لونسمه هذا المشروع أتى من أجل تكريم رجال الشرطة الذين سطروا ملاحم بطولية في سبيل حماية الأمن الداخلية من ملكة البحرين وتصدوا بكل حزم لكل من حاول خروج على الغانون في سبيل إرساء دعام الأمن الذي تتعام به والله الحمد من ملكة البحرين يأتي تقدير ملكة البحرين لأبناء الوطن من رجال الشرطة الأبطال من الضباط وضباط الصف وفرار غوات الأمن العام الذين قدموا أعمال بطولية استثنائية أظهرت مدى شجاعتهم ووسألتهم بالذود عن أمن الوطن الداخلي من خلال منحهم رسال ملكة الشرطة وكذلك الذين أمضوا في عملهم 15 سنة أو أكثر وأدوا أعمالهم بأمانة وخلاص ترجمة نانسي قنقر